في فقرة صحة رح نتحدث عن تقنية طبية حديثة بتعالج عدد كبير من الأمراض وطبعا تكمن أهميتها في التخصص وفي أيضا تعويض الخلايا التالية فرح نحكي عن الخلايا الجذعية مع الدكتورة صيدة لانية خبيرة تخزين الخلايا الجذعية ربا الأحمد أهلا وسهلا فيك ربا كيف حالك؟ طمام الحمد لله طيب إحنا بالبداية حنحكي عن الخلايا الجذعية نحكي مفهوم الخلايا الجذعية شو هي الخلايا الجذعية؟ الخلايا الجذعية هي الخلايا الأساسية أو بنطلق عليها مصطلح خلايا المنشأ لأنه هي هاي الخلايا اللي فيها الأدرة لتتحول لجميع أنواع الخلايا الأخرى اللي بيحتاجها الجسم كخلايا العصبية خلايا الدم خلايا الكبد كل الخلايا الأخرى اللي بتكون جسم الإنسان حالو نعرف مصادر هاي الخلايا مصادرها ووظائفها كمان نحكي عن كل مصدر ووظيفته حلق في عنا أهم مصادر اللي هم خمس مصادر للخلايا الجذعية المصدر الأول اللي هو دم الحبل السري دم الحبل السري يعتبر من أغنى المصادر بالخلايا الجذعية اللي هي نوع من أنواعها الخلايا هيماتو بويتك اللي هي الخلايا المكونة لجهاز الدم والمناعة وبالتالي هي الخلايا اللي فيها الأدرة لعلاج كل أمراض الدم والمناعة طبعا بعيد الشرعا كل حدا زي سرطانات الدم أمراض اللوكيمياز الفقر الدم أمراض المناعة هلأ المصدر الثاني اللي بنحكي عنه اللي هو نسيج الحبل السري الخلايا الجذعية الموجودة فيها اللي هي الميزين كايمل اللي هي خلايا النسجية المتوسطة المكونة للجلد للعدم للأعصاب للعضلات فبالتالي هي المسؤولة لعلاج الأمراض اللي بتكون لها علاقة بهاي الأعضاء زي الشلل النصفي شلل كلي أمراض القلب تجديد بناء عضلة القلب أمراض العيون بالمستقبل متوقعين بالمستقبل القريب أمراض السكري والأمراض الأخرى المصدر الثالث اللي هو يعتبر من مصادر كثير حديثة لموضوع الخلايا الجرعية اللي هي الأسنان اللبنية الصغار بالذات للأهل اللي ما لحقوا فرصة تخزين دم الحبل السوري أو نسيج الحبل السوري بيصفي عندهم اللي هو الأسنان اللبنية أو أدراس العقل اللي أكبر عمر طبعا الخلايا الموجودة فيها هي مثل الخلايا تبعة النسيج ونفس التطبيقات تبعتها في عنا نخاع العظم طبعا هذا من أقدم المصادر بس طبعا التطبيقات تبعته محدودة نوعيا مقارنة بالمصادر الأخرى اللي حكينا عنها وفيه آخر مصدر اللي هو عن طريق الخلايا الدهنية للناس اللي بتعمل شفط للدهون هاي الدهون برضو منقدرنا أخذها نستخلص منها خلايا الجرعية وتتخزن إذا لا سمح الله حتاجوا لألها طب يعني هلأ طريقة أخذ هذه الخلايا والعمر المحدد يعني مثلا عم بتقولي أنت أول ما ينولد الطفل أو ممكن فيه أنواع عن طريق الجنين نفسه قبل ما ينولد فحثينا عن أنواع الخلايا الجذعية كيف ممكن الوقت اللي ممكن ناخد منهم هاي الخلايا الجذعية وتواضحيننا كيف أنه ممكن إذا الشخص نفسه ممكن ياخد الخلايا ممكن يخزنها وأحكي عن التخزين بعدين بس منبلش بالموضوع أنه كيف ممكن نقدر ناخده بأي وقت الخلايا الجذعية هلأ احنا زي ما حكينا أغنى مصدر للخلايا الجذعية يعتبر اللي هو دم ونسيج الحبل السري لأن النوعين مع بعض بيكونوا اللي هم شاملين اللي هلأ في عنا 95 مرض مصبت علميا أنهم بيقدر نعالجهم عن طريق هاي الخلايا هلأ فبتكون الفرصة اللي هي لتخزين هذا النوع من الخلايا مرة واحدة في العمر اللي هي وقت الولادة يا أما الأهل بيخزنوا هاي الخلايا يا للأسف بتنكب مع أنها تعتبر ثروة يعني بالنسبة لكل العيل دم الحبل السري والنسيج عشان هيك بالعادة الأهل لازم يكونوا من لما تكون الأم حامل بشهر السادس أو السابة لازم هم يراسلوا شركة من الشركات اللي هي معتمدة لتخزين هاي الخلايا عشان تكون كل شي عندهم جاهز لوقت الولادة وهذا متوفر عنا بالأردن يس طبعا متوفر عنا بالأردن هلأ التخزين ما بيصير عنا جوى الأردن هلأ بس نحن يعني موجودين في الأردن تمبعت هاي العينات تمبعت على برة على يوروب تمبعت على بريطانيا بتتخزين هناك بتظلها موجودة لعند إذا الأهل احتاجوها بأي وقت برجعوا ببعتولهم إياها على أي بلد بدهم إياها بالعالم حالو حالو طب إحنا هنحكي أكتر عن الموضوع هذا واسلوب التخزين ولكن ناخد اتصال مع هناء هنا صبع الخير هلأ اللي عافيكي كيفك الحمد لله تمام عندك أي سؤال هنا بخصوص الخلايا الجتائية؟ أه والله في عندي سؤال فضلي هلأ زوجي بعاني من التهاب شبكي في العين التهاب شبكية العين فأنا قبل حضرت برنامج عن نفس الخلايا هاي وما كان في تخزين عندنا هون في الأردن فبدي أسأل إذا هلأ يعني بقدر أنا هلأ أحامل يعني فكيف لمن بأحكي أنه بأحتفظ بالخلايا هاي وكيف شو أعمل بالضبط؟ أه أنت خايف ابنك يحمل نفس المرض يعني؟ أه لا هو أنه أستمحك علاج لزوجي أه علاج لزوجيك أوكي ماشي هلأ حنجاوبك شكرا لإلك هنال هيا حامل هلأ فيها تاخد خزعة مننا؟ هلأ مش هي بخزعة إحنا بناخد كل دم الحبل السري ونسيج الحبل السري يعني بعد الولادة؟ وقت الولادة إحنا لازم نكون موجودين بغرفة الولادة مع الطبيب اللي رح يولدها فيعني الست هنال اللي لازم تعمله إنها تحكي معنا لنرتبلها هاي الأمور كلها قبل ولادتها حتى وقت الولادة يكون في معاها طبعا إحنا بطلع شخص مختص من شركتنا يعني حتى هم اللي بيقوموا بعملية صحب دم الحبل السري والنسيج وطبعا احتمالية التطابق إحنا هذا موضوع فتحته كثير مهم هلأ لما أي أهل لما بيخزنوا دم ونسيج الحبل السري لطفلهم هلأ طبعا هاي الخلايا للطفل مفروض لنفسه هلأ احتمالية التطابق بين الطفل طب انتو الجهة اللي تحكي معكم فيها مين الجهة هاي لمن تلجأ بالضبط الجهة انتو يا ريت بس تعطيها إذا في عندكم إيميل أو رقم هلأ بتقدر تحكي معنا على تليفوننا الأرضي اللي هو 06-46-22-301 أو بتقدر تحكي على موبايل اللي هو 0777-77-2993 اللي هو هاي تليفونات فيوتشر هيلث بتقدر تحكي علينا ونحن على طول من فيوتشر هيلث نعم في إيميل معين كمان الإيميل تقدر تحكي على كاستكيرجو.phbb.com هو طبعا نحن كل اسم الشركة أو اسم البانك وكل الأدرسز اللي هم عنوين بريطانيا والتعامل بيكون بين الأهل وبريطانيا دارك لي احنا منكون الوسيط اللي بينهم عشان نسهل لهم كل هاي الأمور وهلأ العملية مكلفة ربا هلأ العملية في عنا أكتر من اختيار من الصنوي لأوبشن اللي هو خيار التخزين لمدة 25 سنة في كتير أهالي بيفضلوا التخزين لـ 25 سنة هلأ بيطلع عليهم المبلغ بتراوح بين الـ 2400 دينار مقسمين على دفعات لمدة 12 شهر لمدة سنة كاملة فهيك احنا منحاول نعطي أحسن خيار للأهل وبأحسن طريقة يعني حتى ما نقولهم مع تكلفة الولادة ومع المصاريف اللي بتكون عليهم طبعا لما يكون فيه طفل جديد عشان هيك احنا منعطيهم الخيار انهم يقصوا لمدة سنة كاملة طيب آلية الطلب لهذه الخلايا يعني بعد ما يتم تخزينها في لندن وشخص يحتاج هاي الخلايا يرجع لإلكم ولا يرجع لنفس برجع لإلنا مستشفيات المتخزن فيها لا إحنا اللي بتخزن هو ما بتخزن في مستشفى بتخزن فيه بنك بنك خاص لتخزين الخلايا الجدعية طبعا هادولة اللي بنوك بتكون ما اختي كل الترخيص والاعتمدات اللي هي مطلوبة منهم حتى يقدروا يوفروا هاي الخدمة اللي بنوك بريطانيا بتكون عندها اللايسنز من هيئة الأنسج البشرية عندنا من الأمت شرقي اللي هي أكوافلنت للأف تي اي عندنا رقم من الأمم المتحدة فاللي بيصير إنه الأهل أول ما بيحتاجوا هاي الخلايا بيبعثوا لنا التقرير الطبي اللي فيه الحالة وعدد الخلايا المطلوب لأنه هم الخلايا اللي بيخزنوها ما بيستعملوها مرة واحدة هي بظلها موجودة محفوظة في البنك كل ما بيحتاجوا جزء منطلع لهم ايام لبعثي لهم ايام على المستشفى اللي هم طلبوا للعلاج سواء جوى الأردن أو بأي بلد يعني تاني في العالم الأمراض اللي بتعالجها الخلايا الجذعية يعني هل بتشمل كل الأمراض هلأ أنا زي ما حكيت لك نحن الهلأ في عنا 95 مرض نصبت علميا أنهم بتعالجوا عن طريق الخلايا هلأ أول حالة عالجت في العالم كانت سنة 1988 يعني عم نحكي عن قبل 23 سنة وإيش هي الحالة؟ كانت حالة مرض من أمراض الفقر الدم اللي كتير صعب اللي هي الفان كوني أنيميا بالعادة الطفل ما بيعيش لمدة طويلة لما يكون عنده الفان كوني أنيميا هلأ هذا الطفل أخذوا له الخلايا الجذعية من أخته كانت مولودة جديدة وأخذوا لها الخلايا الجذعية طلعت من الطابقة مع أخوها وعملوا له الزراعة سنة زي ما حكينا الثمانية وتمانين وكان أول حالة ناجحة في العالم ومع ذلك يعني لأسف بتلاقي في ناس بيقول لك لسه هذا الحكي دراسات وما في منه مع أنه زي ما حكيت لك قبل 23 سنة كانت أول حالة تعالجت وين كانت أول؟ بفرنسا بفرنسا تعالجت هلأ بعدها صفة الموضوع أنه العلم وصل لمرحلة أنه لقينا هاي الخلايا وعرفنا أنه هي اللي كونت الطفل بالتالي هي المفروض فيها الأدرة لتعالج أي مرض بيصيبه خلال فترة حياته وبلشت الدراسات على شو الأمراض اللي ممكن تتعالج وصلنا للخمسة وتسعين مرض اللي هم زي ما حكينا قبل إن شاء الله يعني ما حدا يحتاجهم سرطانات الدم بكل أنواعها اللوكيمياز الليمفوماز تلاسيميا أمراض الدم كاملة أمراض المناعة باركنسون السربل البلسي زي ما حكينا الشلال لأمراض العيون زي مسألات الست هنا في عندنا كمان السكري متوقعين له بعد فترة كتير قريبة يصير يتعالج يعني التطبيقات كل سنة عم بزيدون لبين سبع أمراض لتسع أمراض واللست عم بتزيد طبعا إن شاء الله يرموه في خطط لإنشاء بنك موجودهم في الأردن لخلايا الجذعية وين وصلت هذه الخطط هلأ في مستشفى الحسين للسرطان إحنا دايما أصلا لما أي حدا بسألنا عن أي علاج عم بيصير جوه الأردن دايما إحنا ويريفير لمستشفى الحسين للسرطان لأنه صراحة عندهم كل التطبيقات اللي ممكن تلاقيها في أي مكان تاني في العالم هم قبل فترة بشهر خمسة نزلوا حتى مقال بجريد الرأي أعلنوا أنهم عالجوا ستمائة حالة باستخدام الخلايا الجذعية باختلاف مصادرها بشهر عشرة شهر الماضي نزلوا كمان مقال بجريد الرأي أعلنوا فيه اللي هم الخطة لإنشاء بنك لتخزين الخلايا الجذعية عندنا إياها جوه لأنه بتصفي الموضوع كثير أوفر عليهم من أنهم يجيبوا خلايا من بره بس الآن طبعا هذا البنك ما بيكون بنك خاص يعني ما بقدر يجوا أهل يروحوا يخزنوا لطفلهم الخلايا تبعتهم هاي اللي هي الفرق في كل العالم فيه نوعين من البنوك في البنوك العامة في البنوك الخاصة البنوك العامة اللي الأهل ما بدفعوا أي مبلغ بالمقابل ما بتتخزن الخلايا إلهم الخلايا بتتخزن بتروح إذا فيه أي حدا محتاج لهذه الخلايا متطابق مع هاي الخلايا بيستعملوا له إياها ومدة تخزينها ما بتزين عن خمس سنين حسب ما أعلنه بس في حالة أنه هو طلبها ما أو أحتاجها حدا من أهله ما طبعا بتكون الأهل إلهم إلهم الأولوية بس زي ما قلت لك لأنه ما بيدفع شي عليها بالضبط بالضبط فهي هاي بتتخزن لمدة خمس سنين فقط لأنه عشان يقدروا يخزنوا أكبر عدد من الخلايا اللي موجودة عندهم كل خمس سنين برجعوا بيتلفوهم بيخزنوا كمان جزء هلأ هذا اللي أنا زي ما قلت لك قرأته أو سمعت عنه وأنه هم ببلشوا في تأسيس هذا البنك وبيحتاجوا بين أربع سنين لخمس سنين ليكون جاهز ليستقبلوا هاي الخلايا وحتى هم نفسهم بنفس المقال كانوا عم بنصحوا الأهل اللي عندهم القدرة يخزنوا هاي الخلايا في بنوك خاصة لإلهم يخزنوها وإن شاء الله يعني يجي يوم ويصير عندنا بنوك خاصة برضو جوة الأردان نتمنى إن شاء الله طبعا هي أقل تكلفة حتى للأشخاص اللي حابين أنهم يخزنوا الخلايا الجثائية طبعا قبل ما ننهي معاك ربا نذكر مرة تانية في الرقم رقم التليفون اللي ممكن يرجعوا لكم عليه آه يس عنا رقم التليفون زي ما حكينا الأرضي اللي هو 06-46-22-301 أو بقدروا يحكوا على الموبايل اللي هو 057 يعني 777-77-7-2-9-9-9-3 هلا بقدروا يفوتوا على الويب سايت دارك لتبع البنك ويقرأوا كل التفاصيل اللي هو www. www.fhbb.com هذا الويب سايت بيلاقوا فيه كل المعلومات وبيلاقوا حتى أرقامنا وكل التفاصيل شكرا إليك ربا الأحمد دكتورة صيدلانية وخبيرة تخزين الخلايا الجثائية شكرا إليك على هذه المعلومات وبعد الفاصل مشاهدينا رح نكون مع ديالة وضيفتها مهندسة أمل القيمري خليكم معنا بعد الفاصل